موسيقى 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 هما الأعضاء النبيلة الشرايين اللي كيغدوا هاد الأعضاء النبيلة كيوقع لهم انهم كيتجمع فيهم ان يقدرون نقولوا الكوليسترول وثكر اللي مقعدت مزيان وطنصو اللي كانت طالعه وبثبت العواميل وكيوقع فيهم انهم كيقصحوا هاد العرقاء وكيقولوا يويدو يضيقوا من الداخل يالهم هتتضيقوا من الداخل يالهم على حساب هاد الشرايين فين كاين كاين في القلب او لكاين في المعنى أو لكن في الكلاوين أو لكن في فرجلين فهو يعطي واحد الأعراض ابتداء من درجة التضيق يعني هذا المراض حيث يحيل على بزيف الأمراض لأن على أثبتم شرايين اللي تستطيع وgun BjT لا تعطيهم فإذا كان هتشرايين اللي تستطيع وربما زييف في القلب فهو اللي يكون سبب للدبحة الصدرية اللي هو كيقص الشرايين التاجية إذا كان هتشرايين ile تستطيع يقضي لهم كين في الكلاوي فهو يعطينا القصور الكلاوي إلا كان في الدماء فهو اللي يعطينا السكتة أو executive laboratories إلا كان فيstonesaces فهو اللي يعطينا دوفيkeys اللي كيتقالع للناس ولا كيزرقوا بأخطارات ولا كيكسبوا واحد المشكل في ف robotics يعني ها هو واحد المرض عام كبير اللي هو الحساب للبلاثة اللي يتقاسوا فيها هاد الشرعين ولا اللي يتقاس فيها كتر هاد الشرعين كي يعطينا المرض على حتى بالعضو النبيل اللي تصبيه. نعم. دوك بنيسا تقولي ان تصلوا بالشرايين ليه بالاعداء او للعرق او لهذا اللي تبوشة كيف كنقولو. تماما. فكتعطي اهلم على هاداك المستوى. بنيسا نشوفوا هاد مسألة يعني رات الاعداء النبيلة فعلا. من كنقولو للكيلي. من كنقولو الدماغ. من كنقولو الاطراف او للرجلين. من كنقولو هاد الامر كلها. الناس غد بغيت تعرف حسف كتير مرات دكتور ما كردوش لبال الاعراض. ما كنعرفوش وش عيدنا فعلا شي حاجة. بحالفاش كناتكلمنا على ربما على الساكتات القلبية او شي حاجة. من كناتكلمنا على للك النخصة اللي كانت تسد جهة القلب. من كناتكلمنا على هاد الامور كلها. بالزبط الناس ربما ما كنت. ماشي ما كنتردش تبال مما كنهتموش بشكل كبير او لا ما كنمشوش تربطوها بامراد. هنا الناس بنيسا نتكلمو على تصلوا بالشرايين. اشنو العرق اللي كيقدر يبان. انقدروا نقولو انه سين خاص لانسان. مش خاص عليها. واش كنين اعراض متتالية. واش هو من الامراض. صامتة ما تتعطيش هي اعراض. حتى الانسان. سوف يتبوش هادا كالعرقة ولا شي حاجة على هاد المستويات دي الاعضاء نبيلة اللي تكلمتي لها. هو تماما السؤال جيد و جيد بزاف. لان كيف قلتي اعجبتني كلمة دي الصامتة. فهم بالامراض نقدرون نسميها القاتل الصامت. لماذا؟ لانه هاد تصلوا بالشرايين. نقدرون نشبهوها. نعطيكم عدمية سهل. نقدرون نشبهو شوية بحل الكالكة في افتيوة الدلمة. فهو كي ياخد سانوات. احنا انسان ما كيحسبوه له. لانه سانوات لاناك ما كيكونش في شهور ولا في اسابيع. ياخد سانوات وهات الشرايين كي تصلبوه. وكي تجمع فيهم بعض المواد اللي ممزياناش بش كي يضيقوهم. ما كنحسوش به. والانسان عمو ممكن يحس به. ما كن بدون نحسو به تدى كدرجة للتصلب والتضيق كتهم واحد البلاسة معينة بواحد تضيق اللي كيفوتي غالبا واحد خمسين في المياه دل القطر دل الشرايين. هذا كيبدو بعض الاعضاء على حساب العضو اللي مقيوص. يعني سوء الحظ. يمكن فوتوا واحد مدة كبيرة وما نحسو بوالو. سانوات كي بقلنا ما نحسو بوالو. عادة واحد النهار بعد كيبدو يبنو الأعرار على حساب العضو المقيوص. ذاك شعلا شي لكان شي حاجة مهمة اللي اننا نبكزو عليها اليوم. فهي نبكزو على الوقاية. الوقاية هي اهم حاجة اللي ممكن تحمينها من هذه المسألة. لان ما ممكنش نتنبقو بها قبل. ما كانت نبقو بها لسوء الحظ. تتكون ذاك العضو تقاس بوحد درجة المهمة بعد كيبدو يعطينا الأعراض ديالو. نعم. هنا دكتور اناس. احنا الناس مني غدا تتكلم ونقول له احنا من الأعراض الصامتة ما كتعطيش عارض. رأينا وتخلان. مش كونه يعني. يعني حتى الناس نتكلموا شي شي حاجة اللي فدت ديالنا ولي هم شرايين. يعني كنين عدنا كاملين. ممكن انها كل واحد فينا ممكن انها فعلا يوقع له هات تصلب ديال شرايين. واش المرتبطة بعمر بالأعمار هات تصلب شرايين او لك اي شخص في اي مرحلة عمرية. هو هي مرتبطة بالعمر. هي غير ابن كاتب دان قد نقولوا بان تصلب شرايين كيبدأ عن جميع الناس قريبا عن جميع الانسان. ابتداء من خمسة وعشرين وثلاثين سانة. كل شي كيبدأ عنده. ابقى هالفرق هو واش هالتصلب وهالتضيق كيوصل واحد درجات كبيرة اللي كيأثر على العضو. او لا كيبقى خفيف وما كيأثر. شكيف قلت لك انا رأينا كنحيلكم دائما على المثال ديال تيوات ديالما وديالكالكار فهي نفس شي. يمكن تيوات ديالما يمكن بزار تيوات اللي يخد دائما وخافهم شوية الكالكار لاسق. انما المدايز. اغلبية الناس كيبقوا هاكا. انما كان بعض الناس اللي هم عند بعض العوامل اللي كتزيد ان هاد الان هاد التصلب والتضيق كيداد. اللي كيسبب لهم في بعض البلايس ديال الشرايين. انها ممكن تضيقوا ولا كي تصلبوا كتب من اماكر خبا. وهذه العوامل هما العوامل اللي كندوق لهم كل اخطر. غن نذكروا بهم كيف قلتي. ربما كانت تكلموا لاتيو دلمو هذا كان قلوا هاد المسائل كتحتاج صيانة. فصيانة القلب كيفاش غا تكون. نشوفهم معك دائما وغنشوف العوامل ربما المساهمة. نشوفوا كذلك واش الويراتة كتدخل في هذه المس نتكلموا على الجانب الوقائي او للجانب الاحترازي. ان الانسان يرد البال من هاد المسألة هدي. نتكلموا كذلك كلم يقن انه كي بقى صامت. واش المدة كالطول ديال 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 الاعراض الصامتة ما كتبانش. ومني كتب داتبان كيفاش كتبان يعني. وخلي الانسان يوصلوا واحد لمرحلة. حيث كي الناس اللي غيوصلوا واحد مرحلة. مي ما غيمشوش يشخصوا. يقولوا مسألة عادية او لا. اعلم الله بش غير بطوها كل واحد مثلا منيك يكون قلم على مستوى الرجلين او للمفاصل تحت بزاف الناس كربطوها بالوزن كربطوها بزاف الامور. يكون على مستوى الدماغ كربطوها بزاف ديال حاجات. يعني ما كنكونوش واضحين في هاد العرض وشلية بالامراض ديال قلب والشرايين. نشوفها جي كله رفقتك دائما البروفيسور سعيدين سيد الاخصائي في امراض القلب والشرايين. وكنا نتكلموا على تصلب الشرايين. شفنا انه من امراض القلب او لدهت. لانك تيك تمشي لحسب الاعضاء النبيلة اللي كتقيس او لدك العرق حي كيف كنقولو حنا بالدريجة كيتبوشا اما على ساحة الدماغ الكليل المفاصل ديالنا القلب. فكل عراض او في كيبان. قلتي انا كتب اعراض صامتة ما تتبانش. واش المدة ديال الصمت ديالا كتكون شوية طويلة او اللا دغية كتديك لانوشا وكتبان الاعراض. كيف قلنا فان ممكن ان التصلب يكون خفيف. والتضيق يكون خفيف. الانسان يعيش بي حياته كامل وعمو ميتش كامل اي حاجة. دونك سقدر سمو طول مدة فعلا. طول مدة. او خاقا نفترضو ان انا اللي دبنا واحد سكانها ولا دبنا واحد دراجة ليبيلين انا تدى تضيق خفيفة هو مخصومة الدماغ الداب لولو. نعم. لانهو كيتسب كيف قلنا ان انسان كامل كيف قلنا بحلوك تيوا ديل ما قاعد تيوا ديل ما في العالم فيهم شوية الانما وقتاش كيوقع المشكيل هي مني كيوصل تضيق التصلب الواحد دراجة كبيرة وكيحتاج ديك الساعة لعلاج. غير هما كيبقاوا لصول حدوش الحالات. كيب ديانة يعني اعرض كتكون خفيفة. انسان كيحسب بها. بحالش قريبا. بحالش على حسب العضو مثلا اللي اخدين القلب. فاكن انسان كيحسس مرة 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 مني كيدي بمجهود بان القلب وكي تزير عليه. مرة مرة مني كيكون مسترسة ولا عنده شي مشكل كيحس بان الصدر ديالو كي تزير عليه. يعني كين واحد القلب اللي في واحد المراض مني كتكتب عليه الضغط كيبان. نعم. فمني كنت تكلمة لصدخي الساعة دكتور. وكنا نحسب شي حاجة على مصود القلب ديانا كنقوله سي ن عمار. ليش كن اخدوه بشكل عادي كنقوله عادي يعني انا اه تقلقت او طعا الصبت او اللي كان عندي ستخيص وحسيت بقلبي تزير عليها. عادي. اه قلبي تزير قلبي تزير عليها في انواع لان ذلك النوع اللي متخصص بالامرات ديالو كيحسس تكت حسب واحد تتقل على صدر ديالك. والانسان ولا المراض ديك الحالة كيشد في حواجه وني قدروا نقوله كيحس بان شي حاجة كبير واحد تتقل كبير فوق من صدر ديالو اللي كيفوت بشوية بشوية مع الوقت. اما كيكون بالمجهود او الكيكون بواحد القالاق او كيكون بواحد توطر يعني في حالة اللي القلب كيطلب فه كتر الاكسجين وكيخدم كتر. وني كيخدم كتر كيف يبال لعيب كيف تنقوله. تقريبا. هذه اللي اخذنا القلب بالنسبة لأعضاء الأخرى بالنسبة للفجلين مثلا بالنسبة للشرايين. كيقول إنسان مثلا بني كيكون غالس عادي تيقولك مثلا بني كان تمشي واحد لمئة متر ولا مئة متر ولا مئة متر. الفجلين كيتقالوا عليها. نعم. لماذا؟ لأنه نفس المشكلة لأن لأن العضلة ديال الفجل حد ديال انتقاس ما تستهل لك شلك الأكسجين بزاف منيك بدال إنسان كيتمشي وكبدو العضلة كيتمشي لكو ما كيبقاش كافيهم ذاك الدم اللي دايس بدوك العواقل اللي مضيقي منيك يكونوا الأعراض هك خفيفة على حساب العضو وكيكون ممكن الإنسان أنه يدوذ عليهم عن الطبيب فهي مزيانة المشكل فين كيبقى موريشكي كيبقى في منيك تكون الأعراض كتكون مفاجئة أو بدرجة خيبة بحال ديك الدبحة الصدرية أو بحالة رجلية اللي كيزرقوا وكمشي منهم بالدم بصفة نهائية وهذاك الاختناق مية في المية اللي يقدر يجي بلا أعراض استباقية منيك تكون أعراض خفيفة فهو الحل دائما كين لأن المريض يقدر أنه يدوذ ويقدر أنه يلقى الحل منيك يكون المشكل مفاجئة وجيب درجة مفاجئة ويكون اختناق كل ناتج على اختناق كل فشرايان فهنا في كتكون لحالة مستعجلة وكتكون الإنسان يخطوا يستشفاء في أقرب وقت نعم دوقش فلا معك أنه كينين أوقات اللي ربما كيقدروا نقوله دروة يعني أنا منيك ندرو المجهود منيك نكتروا على هاد الشرايين هادو وكما فيك يباني العراض على حسب هاد الشريان لي بأي عضو من الأعضاء ذات ديانا وتكلمت لي قويلا قلت لي عين كينين الناس عندهم واحد العوامل اللي كتقدر تسهم فعنا يبانوا هاد الأعراض شنو ما هاد العوامل هاد المساهمة أولى العوامل دوريسك اللي كتبين فوال انا نفس العوامل اللي كندوا اليوم في القلب واللي ككرنا بزاف الخطreat فهما بالنسبة كان تماما تماما فكني كين العوامل اللي ممكن ش نتحكمو فيها ما في متحكم đấy و辛قان وهي مasking العوامل ممكن وحت حكم فيها العوامل اللي غي متحكم فيها مك يهمونش بزاف عليا لانه بعدنا لا نده فليهم ماناا ولكن نذكروهم إنما ما مهمينش بزاف لأنه ما عندهمش ما عندهمش الحل القرابة بين نقوصين. علاش لأن انقدروا نقول لكم بأن الرجل معرض كتر من المرأة. نعم. الرجل ما عندهم ميدة. الرجل ما عندهم ميدة. هاي ده تم بصحة القلب ديال. تشميك. انقدروا نقول لهم المرأة ابتداء من انقطاع العادة الشهبية فكتولي بحلا بحلا رجل. في الغيسك ديالك يقولوا قد قد. حيث المرأة تكون محمية شوية بالهرمونات من هيك تكون صغيرة. نقدروا نقولوا بالنسبة للعمر يعني ابتداء من خمسة وستين سنة ستين سنة كيولي إنسان معرض كتر لهاد الأمراض بالنسبة لهذا. وكي العامل ديالوراثة. اللي ممكن كيني بعض العائلات أو بعض الأفراد اللي من الوراثة كيكونوا أنهم مهيئين أنهم يطوروا هاد المرأة دل تصلوا بالشرعين. وتا هدي ما عندنا من ديبولها. أنا اللي كيهمني كتر هما العواميل المتحكم فيها. يعني العواميل اللي عافينها ولي ممكن ديبولها شي حاجة. هالعواميل هشنا هما؟ هما بتفع الضغط الدموي اللي خاص الإنسان يراقبه وتحكم فيه مزيان وتبع الدوات اللي عنده. داء السكابي اللي خاصة التراقبته هو بطريقة منتظمة وخاص الإنسان يوقف عليها باش يكون كيف تنقوله الخزان ده السكاب مقعد مزيان. الكوليستيرول والنسبة الكوليستيرول اللي خاصة تكون مقادة. التدخين اللي خاص الإنسان يقلع عليه وبصفة نهائية. وبطبيعة الحال حنا دائما نستعيه بالثمنة اللي خاص الإنسان من قسم الوزن دياله ويحاول يقعد لطي دياله. وبطبيعة الحال الوقاية الزوينة اللي هي ديال الرياضة وديال الماكلة المنتظمة والصحية. نعم أجي نتكلم على كل عون صرت تقريبا لاحظة تكلمتي على الناس اللي عظم ارتفاع الضغط الدموي. كان عرفوا أن كين عوائل اللي حتى هي كنقوله التنسي عندهم. وكين الناس اللي تعيشت معه وكين الناس اللي مرة مرة. دونك أجي دائما أنا كن بغين نذكار بعض المسألة هذي دائما صغيرة والكبيرة في التنسيون. الناس دائما لا حسب الأعمار شحل خاص يكون عندها دياله تنسيون. علاش لأن بعض مرات كنشوفو أنا كين فئات اللي كي كون تنسيون دياله قليل. ولي كيم تعيش معه. يعني أن هم هكاك هما عندهم تنسيون قليل ما عايشين معه. وكين الناس اللي كي وصلوا الواحد العمر معين كين واحد تنسيو شوية عالي. وإحنا كأفراد كنخافوا لكن تبكى الطيباء كتقلون نغمال بلد نسبل هذا العمر هيدا. أجي نتكلم أولاد مسألة باش نعطوا إشارة لكل الناس. لأنه تنسيون سكار من الأمراض اللي يقدرون نشووها في كل منزل مغربي لما شفناش واحد للكا كنشوف وجوج أولا ثلاثة. دونك ندكرو بأكد مرحبا بالأسئلة ديال مستمعين على رقم ديالنا اللي هو صفر خمسة تنين وشارين ستاو ثلاثين صفر خمسة ستاو ثلاثين. ارتفاع الضغط الدموي. إيش حل خاص يكون. ارتفاع الضغط الدموي. ارتفاع لأن دويت أخت جميلة على النخفاض. نخفاض الضغط الدموي عموما كان عامل ديال الأمراض القلب. هو كيكون عامل إنسان كيعيا. كتكون غالبا العيالات في واحد السين مبكرة. نعم. اللي جون. ببنات ديال بين عشر وثلاثين سنة قريبا. كيتطح لهم تنسون بزاف. ما هذا عموما كان عامل ديال القلب. نعم. ولكن أنا تكلمت على القياسات. حتي كان الناس مثلا أنا عطقي مثلا. كان الناس يكون عنده سبعة العشرة أو ثمانية العشرة أو تسعود العشرة. ولكن كتكون نغمال الحياة ديالو أنه كيمشي بها. فكيكلك أنا دائما تنسيو ديالي قليل بحالك. ماشي مشكلة دك. ممتاز. إذا كان تنسيو قليل وإنسان ما عايش به. مزيانة. مخيرة. ما عندنا ما نقول لي خطوش رب مزيان الماء. باش كنحاولو نكبرو شوية نسبة الدم اللي كيضوف الجسم. باش تنسيو يطلع واحد شوية. هاتش اللي كين. اللي كين برزتنا ولا اللي كي اللي بصعيب أكتر هو ارتفاع الدرق الدموي. نعم. وهذا ارتفاع الدرق الدموي التعايج دالو ما عنده تعملها. نعم. ما كانش تعايج ما ارتفاع الدرق الدموي. ممتاز. الدرق الدموي هو عبارة باش نسهلوها هو عبارة عن أرقام. خلص يكونوا عندنا الأرقام منين كان عبارة الدرق الدموي تكون عندنا أرقام اللي داخلها في الحدود ديل الدرق الدموي العادي. ولي كان عودوها كل اخطوة اللي هي أقل أو تساوي مية وربعين إلى تسعين. يعني أربع عطاش كي نقوله في الكبيرة على تسعود في الصغيرة. امم. اي هو درق الدموي اللي هو مرتفع على أربع عطاش على تسعود. فهو ارتفاع الدرق الدموي وخاص إنسان ياخد له الدوا كان عنده الأعراض أو لم كانش عنده. نعم ممتاز. دوك شفنا هذا القياس النغمال وشد القياس كيتغير حسب السن أرجع معك غير ناخدو سؤال دي الفخر الدين من الدربيضة فخر الدين صباح نور السلام عليكم أختي جميلة عليكم السلام ورحمة الله مرحبا سيدي بارك الله فيكم نشكرك بعده وكنتكم مستقبل المكالمات وإدعاة شهدوكم نشكرك الدكتور اللي معنا شكرا لكم شكرا لكم مرحبا سيدي بغيت نسول السد على الدكتور هذا عندي جوج أسئلة السؤال الأول وشهد المرض هذا خطير نعم تصلب شرايين والسؤال دي الفخر وشهد عنده شدوة وخا عن طرق دي علاج وما الأسئلة ديولي لله يجزيكم بخير نعم شكرا لكم بزاف فخر الدين وأكيد شكر موصول كل مساميات لقدروا توصل معنا دائما رقمنا رها الإشارة 052-236-03036 كانت تكلموا على تصلب الشرايين رفقات البروفيسور أنس السعيدي تكلمنا على التنسيون وتكلمنا على أنه 14 على التسعود هدا قياس الجميع؟ أو لا؟ كيختلف باش نسهل الأمور قياس الجميع قياس الجميع بتداء مثل البلوغ نعم باش كونوا متفقين لأن الدرس غالبا ما كيكون شرطية فعدمها يعني بتداء مثل البلوغ كان طوعت بعض الوصاياة ديال الشركات الأوروبية والأمريكية باش أنوا بدلوا شوي القياسات كان قولوا 140 كان قولوا الناس الكبار 135 30 كان قولوا الليبي نابا بعينو 600 في الأخير فجعنا أن أبا بعطاش تسعود باش تكون الأمور سهلة أبا بعطاش تسعود خصوة تكون أقل أو تساوي أبا بعطاش على تسعود نعم حتي كان شوفوا ما عارت أنا دي كم معلومة سنسمعها وبثاف الناس ربما ما غطتها ستكون جاملة فعلا كنسمعها نسع نشوفوا الناس الكبار قلقوا يعدوا 15 على تسعود 16 على تسعود كي ناس يكي يقول لك لا رغم ما مش مشكلة عادية بالنسبة للإنسان اللي هو كبير كانت تكلمة للناس من 60 سنة للفوق وش هد المعلومة صح أولا لاتهما خصوة تسعود لهم يكون 14 على تسعود هد المعلومة لصول حد ما كناش غير علا عند الناس هكال عامين كانت عند بعض الأطباء وش نقول لك تها بعض الأطباء كيشوف المريض مثلا عندو 15 على تسعود أو 16 على الشراء أو لاشي آجا كيخليها قلق لا هذا خطأ كبير خطأ كبير لأن أي ارتفاع الدرد دموي أي نسبة للإرتفاع وخات تكون غير نسبة للأشرة في المئة وخمتاش في المئة عندها المخلفات دياله في السنوات اللي غيرتجي يعني 16 على تسعود ما رنشوفوهش حنا في الوقت اللي اللي أخذينا التنسيون المريض ما يخطأ نشوفو بأن هذا واحد السيد اللي عايش ب 16 على تسعود متلان عشر سنين أو لعشرين عام يعني ضروري المخلفة ديالذك الدرد دموي غادي تكون على دوك الشراءين واش غيبانو واحد النهار أو لما غيبانوش هذا اختلاف فيه غيبانو ضروري عندهم مخلفات على الشراءين يعني أي ارتفاع الدرد دموي غادي 14 على تسعود يخطوه الدواء في حالة إلا كان غادي شوية يعني لقينا 14 ونص 15 وقدرنا أننا نوصره المريض باش أنه يدي بواحد يبيجيم ديال الملحة وأنه يقوم بشوية تريادة فنقدروا أننا ما نعطوش الدواء إلا كان شوية طالة بواحد ولا واحد ونص نقدروا أننا نوصره في الأول رياضة إلا ما كانش غيره والتغذية تكون مزيانة وينقص من الملح ويعود النظام الغذائي ونظام الصحي دياله فنقدروا أننا نبحه إلا ما نبحناش أبوه ومدة ديال ثلاث شهور فنقدروا أن نضعبه ونزل الدواء